أربعمائة وأربعون شاحنة غذائية لم تجد طريقها لمستحقيها أين ذهبت ومن استولى عليها بالنسبة للحكومة فإن ميليشيا الحوثي هي الجهة المتهمة أما الأمم المتحدة فكالعادة تدين الفعل ولا تشير للفاعل حتى ولو كان معلوما بالضرورة رواية الحكومة تؤكد أن الحوثيين نهبوا تلك الشاحنات المحملة بمساعدات إنسانية والمقدمة من منظمات دولية بعضها تتبع الأمم المتحدة وقال وزير الإدارة المحلية عبد الرقيف فتح إن هذه المساعدات تحوي مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بمستشفيات الحديدة وإب وصنعاء لم تسلم من عمليات النهب حتى المساعدات الطبية الخاصة بشلل الأطفال وفق المسؤول الحكومي فإن ميليشيا الحوثي باعت تلك المساعدات للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبيرة ووصلت بها الدرجة لنهب مبالغ مالية تابعة لمنظمة الصحة العالمية خاصة بلقاحات الأطفال بحسب رواية الحكومة فإن عملية النهب الحوثية للمساعدات الإنسانية بدأت بعد اتفاق سوكهلم وظلت مستمرة حتى اللحظة وهو ما أثار استغراب مراقبين حيث يسود صمت دولي على عمليات النهب رغم أن هذه المساعدات مقدمة من منظمات دولية أغلبها تابعة للأمم المتحدة